دعونا نتكلم على تاخير البث وروني اللوكيشنات الفاضية يا شباب بعد من نوري أبو سلطان والجمول يعني شف أبو أبو سلطان أنا ما أدري هل شب جايين فزعة طالعين من استراحة و جايين استراحة تفضل يعني شف أبو سلطان والناس خلى خلى برضو الناس تشوف اللوكيشنات فاضية هذا الكلام الساعة في بدايات البث يعني ما أدري هل أنت ما حسيت نفسك أنك مسؤول في هالبرنامج أنت تتكلم على الصورة اللي قبل شوي هذا يوم وهذه الصورة يوم ثاني يعني شفها الآن اللوكيشنات فاضية جدا تعليقك أبو سلطان شف أنا قبل معلق أنت تأخرت في البصمة أنت ولا لا أكيد يعني كم يوم طائق شف التأخير هذا يعني عفونا أبو سلطان هنا موجود بس أسامة وانتقل من اللوكيشن أضطر المخرج أن ينقل معه الكاميرا إلى اللوكيشن ثاني شاسي طرده ما حصل لحد غيره ما حصل ما في غيره شف أنا والله اللي أنا شفق عليه في هالبرنامج المخرج أقول الله يعينك أنا أشوفه في بعض اللقطات ينقل على شباب يحصل الكلام فيه تجاوز وأخطاء يرجع للوكيشن الثاني لنفس الأخطاء يعني البث هذا أنا قلت سلاح ذو حدين يا أنك تتعامل معه في الشكل اللي يليق فيك ويليق في المشاهد اللي تابعك أو أنك تكون محرج نفسك وحتى المخرج أنا أحس في معاناة المخرج خاصة في برنامج الفرصة أنه ما يجد المحتوى اللي ممكن يقدر يطلع فيه مع الشباب لكن عبد الله أنا مودي أكثر يعني في هالجوانب يا أبو سلطان 12 متسابق ولا مقطع عوادك 12 متسابق فقط واحد على الهوى يعني ما أقوله كل 12 يعني ما في تقدير ذاتي من عندهم ما حسسوا يعني ما حسسونا بالمسؤولية يعني أنت عندك نقاط عندك عندك ناس تحترمك عندك جمهور عندك قناة عندك عندك عقد عندك كل ذا يعني يعني ما نفع عطوني عطوني يزيد الزغيبي إذا موجود يا جماعة في الكوميش الروم ترجمة نانسي قنقر